السلام عليكم ازيك وشيائي وانا عفتاح عمز وده فيديو جديد من اي اتش تيك النهاردة في مقارنة بين الموتو جي 5 بلس والجي ار 5 2017 اول حاجة هنبتدي بالتصميم التصميم هنا في الاتنين شكل شيك وشكل بسيط ما فيهوش لعبكه كتير ده تصميم الموتو جي فايف بلس وده تصميم الجي ار فايف الفين وسبعتاشر التصميمين حلوين وتمسك في مسكتهم في الايد مريحة وتحس كده بالفخامة وانت مسكه جي ار فايف الفين وسبعتاشر بيجي بشاشة خمسة ونص انش من غير طبقة حماية بجودة شاشة فول اتش دي اما موتو جي فايف بلس بيجي بشاشة خمسة واثنين من عشرة انش فول اتش دي بطبقة حماية جوريلا جلاس ري وده هيديك حماية قوية جدا حتى لو جازوا يعمل انك مش هيحصلوا حاجة نيجي عند اهم نقطة بقى وهي نقطة الاداء الاداء في الاتنين كواس جدا يعني هيكفي معك بس في واحد متفوق عن التاني شوية الموتو جي فايف بلس هيجي بسناب دراجون ستمية خمسة وعشرين وده هيديك اداء كواس جدا مع المهام الخفيفة والالعاب مش هتحس مرد زائد ان اصلا السيستم بتاع الموتو او لينوفو مفهوش تعديلات كتير زي هواوي فهو اندرويد خفيف جدا هيديك ثلاثة في التعامل والسرعة اكتر من غير تهنيج ومن غير تقطيع اما جي ار 5 2017 هيجي بالموشن يو اي بتاع هواوي وكيرنت 655 اداء كويس جدا والالعاب مش هتحس بفرق بينها وبين الموتو جي فايف بلس بس في المهام البسيطة الموتو جي فايف بلس هيتفوق شوية يعني مش كتير عن الجي ار 5 2017 غير كده موضوع الالعاب والفريمات اللي بتطلع على الشاشة انت عندك هنا المعالج بتاع الجي بيو او كرت الشاشة اللي موجود في الموتو جي فايف بلس اقوى بحاجة محترمة يعني عن الجي ار 5 2017 فانت الفريمات اللي بتنتج في الالعاب مش هتحس ان انت بيحصل اي تقطيع اصلا في حاجة كمان بقى ودي متشابهين فيها اللي اتنين بيجو بنسخة تلاتة جيجا رام واثنين وتلاتين جيجا زاكرة داخلية واللان شايف ان هو كافي جدا لك عشان تحمل العاب وتحمل برامج زي ما انت عايز وفيه انك تحط زاكرة داخلية من بره في الاتنين يعني مش قزل تقريبا فيه ناس بتشتري الموبايل اصلا عشان الكاميرا والفئة دي فانت هتلاقي منافسة قوية شوية على الكاميرا من الموتو جي فايف بلس والجي ار 5 بيجي بعدسة واحد وسبعة من عشرة نفس الموجودة في الاس ايد بس طبعا مش نفس السنسور الفاكرة هنا من الفتحة انها بتدخلك ضوء اكتر فانت ما تدخلك ضوء اكتر الكاميرا فانت بتبدأ الالوان انها تتعالج بشكل احسن تفاصيل تبان بشكل احسن لان الاضاءة كويسة اصلا وغير كده هو الفيديو فيه بيصور لغاية 2K وده شيء ما بنلاقهوش اصلا لغاية الستة والسبعة تلاب جنيه ده شيء كويس جدا فيها كمان بقى في الجي ار 5 2017 ان فيه عدستين لو انت عايز تعمل عزل للصورة زي الكاميرات الاحترافية يعني يبقى فيه شخص قدامك كده وفيه بلور وراه فيه نغبشة زي ما بنقول الكاميرتين بيجوا ب 12 ميجا بيكسل واحد اتنين ميجا بيكسل دي كل الوظيف بتصور فيديو لغاية فول اتش دي اما الكاميرا الاماية في الاتنين موتو جي فايف بلاس هتبقى اضعف شويه خمسة ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.0 غير الموجودة في جي ار 5 2017 واللي هي 2.0 بس تمانية ميجا بيكسل اللي اتنين بيصوروا لغاية فول اتش دي نيجي بقى عند التركات اللي ممكن تخليك تشتريه او متشتريهوش الموتو جي فايف بلاس بيجي بشح سريع ده اصلا مش موجود لغاية مسلا مسلا يعني لغاية 7 8 9000 جنيه دي يعني ايه عشان تاخد شحن سريع فانت عايز موبايل بالسعر ده جي ار 5 2017 ان البطارية بتاعته اكبر فانت ما عندك شحن سريع بس عندك استخدام اطول للابليكيشن واستخدام اطول للموبايل فانت عندك شحن سريع بس بطارية صغيرة شويه عندك شحن بطيق نسبيا بس بطارية اكبر فانت تقدر تختار اللي انت عايزه فيها كمان هنا بقى في الموتو جي فايف بلاس انت تقدر تحط شريحتين للسيم كارد عايز تحط مثلا اي شركة وجنبهم كارت ميموري اما في الجي ار 5 2017 فانت تقدر بس تحط كارت ميموري وكارت سيم كارد فدي اوبشن برضو حلوة جدا للناس اللي بتحب تحط خطين في الموبايل بتاعه اسعار الموبايلات دي هي من الموتو جي فايف بلاس اربعة تلاف ومتين والجي ار 5 2017 اربعة تلاف وسبعمية جيني الاسعار دي من سوق دوت كوم ممكن تلاقوا ارخص بحاجات بسيطة او اغلى بحاجات بسيطة من المحلات هتلاقوا لينكات تحت لو عايزين تشتروا ادعموني بالشراء من سوق كده وصل لنهاية الفيديو اتمنى يكون عجبك ولو عجبك فعلا ما تنسوش تحطوا اللايك وسبسكرايب عشان تعرفوا اخر المقارنات والحاجات اللي انتو عايزين تعرفوها في العالم التقنيات والموبايلات ومع السلامة